وصفت الخارجية المغربية القرارات الفرنسية القضية بتقليص عدد التأشيرات لكل من تونس والمغرب والجزائر بغير المبرر وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة قال في مؤتمر صحفي مع نظره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد قال إن قرار فرنسا غير مبرر وأضاف أن المغرب تعامل دائما مع قضايا الهجرة غير الشرعية بصرامة وبمنطق المسؤولية وفق قوله أعربت الجزائر أيضا عن أسفها لقرار فرنسا تشديد شروط منح تأشيرات لرعاية الجزائريين قال مسؤول جزائري إن الشراكة القائمة مع باريس تستدعي التنسيق بهذا الصدد بعيدا عن أي اعتبارات أحدية خاصة بالجانب الفرنسي على حد وصفه تقول المفوضية الأوروبية إن في عام 2019 هجر إلى القارة العجوز نحو مليونين وسبعمائة ألف مهاجر من دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي في 2019 كان المغاربة الأكثر عددا بين مواطن الاتحاد الأوروبي الجدد بنحو أكثر من 66 ألف مهاجر مغربي أربعة وثمانون منهم حصلوا على جنسية إسبانية أو إيطالية أو فرنسية أما المهاجرون الجزائريون إلى أوروبا فقد بلغ عددهم في العام نفسه نحو ثمانية عشر ألف مهاجر اثنان وثمانون منهم حصلوا على الجنسية الفرنسية فرنسا تأتي ضمن أكثر الدول استقبالا لمهاجر شمال إفريقيا من الدول الثلاث تونس والمغرب والجزائر في عام 2018 استقبلت فرنسا 277 ألف مهاجر جديد بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادية وتقول وزارة الداخلية الفرنسية إنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري أصدرت بلغات إلزامية بمغادرة الأراضي الفرنسية لأكثر من سبعة آلاف جزائري بزيادة نسبتها 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وكذلك أكثر من ثلاثة آلاف مغربي وما يقرب من ثلاثة آلاف وخمسمائة تونسية بزيادة قدرها 43% عن الفترة نفسها عام 2020